النهاردة هنكمل معكم تلخيص المسلسل التركي فتاة النفذة وهنقدم لكم الجزء قبل الاخير من الموسم التاني بس قبل ما نبدأ بنفكركم من انه وقفنا في نهاية الجزء اللي فات مع نالن وهي بتشكر خيري على الشجرة اللي زرعها علشان وفي نفس الوقت ده بيكون ليفانت مع سيلين ودندو في العربية وبيبقوا مستنين اخت ليفانت عشان يدوها الفلوس واول ما بتظهر بينزل لها ليفانت الشنطة وبعدها بثواني بتوصل عربية العصابة اللي بياخدوا منهم الشنطة وبيخطفوهم هما الاتنين اما نالن فبتكون سرحانة وبتفكر في الكلام اللي قاليته وبتتمنى انها كانت تفكر قبل ما تقوله وتزعلها وفجأة بتضطر انها تفارمي العربية وبتلاحظ وقوع محفظة خيري تحت رجليها ولما بتفتحها بتلاقي سورتها جوى المحفظة وبتتأكد من حبه ليها وبتتأثر بدأ بس بتقولي نفسها انها لازم تتجاهل مشاعر ولما بنرجع لسيلين ودوندو بنلاقيهم لسه مصدومين ومش عارفين يتصرفوا ازاي ولما بتحاول دوندو انها تتصل بالشرطة بتمنعها سيلين وبتقولها انهما بكده ممكن يعرضوا ليفانت للخطر وعشان كده لازم يتصرفوا ويحاولوا انهما ينقذوا بنفسهم بعدها بتتكلم فريدة مع حفيزة وبتسألها عن رأيها في خيري فبتقولها انه شاب كويس وبين على انه طيب بس فريدة بتقولها انه لو كان طيب ما كانش تدخل في حياة نالن الشخصية وبوز علاقتها بجوزها وفجأة بتلاحظ فريدة شجرة نالن المفضلة قدام البيت وبتسأل نفسها عن الشخص اللي مهتم بنالن للدرجة اللي تخليه زرع لها شجرتها المفضلة تحت شباك وفي الشركة بيكون سيدات في اسم طباعة المستندات وهناك بيقابل بنت اسمها بورو بتقدم له نفسها وبتقوله انها مبسوطة عشان قادرة تسلم عليه وبتعرض عليه المساعدة في تصويره طباعة المستندات فبيقبل اما نالن فاول ما بتوصل الشركة بتروح لبيلارو بتعتذر لها وبتقولها ان كل الكلام اللي هي قلتها لها قبل كده هي غلطة وبتفاهمها ان كلامها هو اللي طلع صح وده لانها تأكدت من ان خيري بيحبها فعلا ولما بنرجع لسلينو بنلاقيها عدم عمها جيد وبتقوله ان جوزها ليفونت اتخطف وانها خايفة تبلغ باباها بالله حصل تطلب منه انه يساعدها لانه الوحيد اللي يقدر يعمل كده فبيوعدها انه يساعدها ويرجع لها جوزها وفي اللحظة دي بيتصل بيها باباها رقفة وبيسأله هي ليه متأخرة عن الشركة هي وجوزها فبينصحها جاويد انها تقول لباباها انها جاية في الطريق وتسيب الموضوع بتاع ليفونت عليه وهو هيتصار اما دوندو فبتكون رجعت المطبخ وبيبقى معاها تاكل اللي بيقول لها ان جوزها سفرت لعمها لانه مريد وبتتمنى دوندو انها كيت تسافر معاها عشان تهرب من مشاكل وبعدها بتنجح نالن فانها تصالح بلورس لحبيتها بتقول لها ان صورتها اللي في محفظة خيري لازم تخطي وبتقول لها انها ممكن تقع في ايد حد وتعمل لها مشكلة وبتفتكر جدتها لما كب تفت الشنططة في مرحلة المراقة وقتها ادري اتلاقي صورة الولد اللي كب تحبه وعقبتها وحدها بتدور بنفسها على جوزها سيداته ولما بتعرف انه في اسم تصويره وطباعة المستندات بتروح له هناك وبتشوفوا واقف مع بورو بس مش بتشك فيه وبتتفق معا انه هم ويخرجوا مع بعض بالليل وفي نفس الوقت ده بتطلب فريدة من تاكنه يقول لها مين اللي زرع شجرة المنويلة الجديدة فبيقول لها انه خيري وبيقول لها انها شجرة جميلة اوراقها وازهارها شكلهم لطيف فبتتأكد فريدة من شككها وبتفهم ان الخيري بيحاول انه يوقع فريدة في حبه وبتقول لنفسها انها تخلي حياته جحيم ولما بيرجع تاكل المطبخ بيلاقي دونده بتعيط وبيسألها ليه بتبكي فبتقرر انها تقول له الحقيقة بتشرح له كمان ازاي ليبان تتخطف بس بتخليه يحلف على المصحف انه يحفظ السر وما يجيبش سيرة لحد وفجأة بيبتسل خيري بتاكه وبيسأله ان كان حد لقى المحفظة بتاعته فبيتعاطف معتك وبيعرض علي انه يدي له فلوس بس خيري بيقوله ان المحفظة فيها بطاقة الهوية ورخصة السواقة بس في الحقيقة بيبقى خايف ان حد يلاقي المحفظة ويشوف سورة نالا جواها ولما بترجع نالا للبيت وبتروح لها فريدة بتفتش شنطتها زي ما كان بتعمل معها وهي مراهقة وبتسألها عن شجرة المانويلة اللي تزارعت قدام شباك وبتضطر نالا تكذب عليها وبتقول لها اني سيدات لما عرف انها بتحبها جابها لها فبتنصح انا تكتهد شوية مع جوزها عشان يخلي لان الشجر والورد وكلام الحب مش هيخليهم يجيبوا اطفال وفي نفس الوقت ده بيكون ليفانتو اخته في قبضة العصابة وبيقول له واحد من اللي خطفه انه عرف سلة قربته برقفة كور اغلو عشان كده بيطلب منه 3 مليون ليرة وبيتوتر ليفانتو بيقوله انه رقفة مش هيدفع فيه فلوس حتى لو تقتل بس الخاطف ما بيصدقش وبيقوله انه لازم يتصل بحد من عيلته عشان يطلب منه الفلوس وبيقوله ليفانت انه عاوز يتكلم مع مراته بيتصل الخاطف بسلين اللي بتبقى في اجتماع مهمة مع باباها بس بيخرج من الاجتماع وبترد وبيقول لها الخاطف انه عاوز 3 مليون ليرة وإلا هيئة الجزء وبيبعت لها عنوان تسليم الفلوس وبتبعته لعمها جويد اللي بيطمنها وبيقول لها انه هيتصرف بنفسه بعدها بتقرر نالا انها تسيب محفظة خيري على الأرض قدام فريدة اللي لما بتلاقيها بتفتحها وبتعرف انها محفظة خيري فبيتنادي على تاكو وبتدهاله وبياخدها تاكو وبيديها الخيري اللي أولا بيمسكها بيفتحها بلاها بس ما بلاقيش جوهها صورة نالا بيبقى مستغرب وخايف احسن تكون صورة نالا وقعت في ايد فريدة وبعد ما بيخلص مظفر شغل وبيخرج مع بيرة وبيقول لها انه بيفرح جدا لما بيخرج معاه بس مش هيقدر يدخل معاه في اي علاقة وبيفاهم انه بياخد القرار ده عشان مصلحة وبتقوله انها كاب بتتمنى انه يحبها اكتر ما بتتمنى انه يفكر في مصلحة ونفس الوقت ده بتتكلم فريدة مع خيري وبتحذره من استمرار قربه من نالا وبتقوله انها شافتهم بعنيها في الحضيق ده غير انها عرفت بسر شجرة المانوال وبتطلب منه انه يعرفها خطط اتجاهها وبيفتكر اليوم اللي هربت في نالا من جوزها ليلة تزفافها وبيقول لفريدة انه مش بيخطط لأي حاجة وبتقوله فريدة انه لازم يحترم نفسه ويفهم انه مجرد سواق عند نالا وبتطلب منه انه يمشي من قدام وبالليل بيسأل رقفة سلينة عن جوزها ليفانت فبتقوله انه موجود في المستشفى مع ابنخت وبتقوله انه ممكن يطول شوية بس فجأة بيدخل ليفانت مع جويد اللي بيدل دوند وشنطة فيها فلوس وبيقول لها تحتفظ بيهم على سبيل الامانة وطبعا سلين قول ما بتشوف ليفانت بتقوم تستقبله وتحضنه بلهفة وبتستغرى بريدة من استقبل سلين لجوزها وبتقولها انه هبتتعامل معه كأنه راجع من الحارب اما رقفة فبيطلب من جويده انه ينضم ليهم على الصفرة بس جويد بيستأزم منه وبيقوله انه مستعجل وبعد ما بيمشي بيقول رقفة انه موقف جويد معيهم بتقوله انه تغير وبقى شخصي كويس وفي اللحظة دي بتبعت جانا رسالة لسيداته وبتطلب منه يروح لها بس بيرفض وبيقول لنا لنه هيقعد معاه في البيل اما ليفانت وسلين فبياخدوا شنطة الفلوس من دوند ولما بيعدوها بيلاقوا الفلوس 450 الف ليرة بالزر ويبقوش عارفين يعملوا فيها ايه ولما بتقترح دوند انه هما يدهم لرقفة بتقول لها سين انه لو ده حصل بابا هيأتر ممت انه هيعرف ان الفلوس دي تمن الشنطة اللي كانت عند ممتها وبعوها وبيقول ليفانت انه يفيش قدامهم حل غير انه هما يخبوا الفلوس وبيطلبوا كلهم من تاكو انه هو كمان يحفظ السر وميحكيش لحد بعدها بتكون نالم في حضن جوزها سيدة بس بتفتكر اللحظات اللي قدتها في حضن خير ولما بتدائم من نفسها بتستأذم من سيداته وبتنزل المطبخ وفي نفس الوقت ده بتكون فريدة مع حفيزة وبتقول لها انه عندهم مهمة خطيرة جدا في الجنينة بس لازم يستنوا لما الكل ينام وبتقول لها انه هما يتخلصوا من خير فبتخاف حفيزة لانها بتبقى فاكرة ان فريدة هتقتل خاري وهتدفن وفلح الجنينة ففي المطبخ بتلاقي نالا مظفر هناك وبتسأله ان كان لسه بيتقابل هو وبيرا فبيقول لها انه قابلها بعد الشغل فعلا بس قرر انه ينهي علاقته بيها لانه مش عايز يعزبها معاه وبتكلم مظفر من قلبه وبيكونش عارف ان اخته سلين وراء الباب وبتسمعه وبتنصحه نالا انه يده النفسه فرصة كمان معاه لان الانسان مش سهل يلاقي حد يحبه ويسق فيه ده غير انه ممكن يلاقيه ويكون مجبر على الحياة مع حد تاني وفي نهاية الحوار بتقوله نالا انها تطلع لقودتها وبتهرب سلين بسرعة وبتطلع على القودة وبتحكي ليبانت جزء عن اللي سمعته وبتقوله انها قلقنة على مظفرة لانه ليست خارج من تجربة سيئة ومش صح انه يدخل في تجربة عاطفية جديدة بالسرعة دي اما نالا فبتكون مع سيدات اللي بيقرر ان يقرب منها غزب العاني ولما بتطلب منه ان يقول لها كلام حلو بيتجهلها وبعدها بينام بتقوم تقف عند الشباك وبتتفاجئ بجدتها فريضة وبحفيظة وهما بيحفروا التربة حوالي الشجرة بتاعتها وبيقلعوها من الارض وبتعيط وبتحس ان فريضة بتدمر اي حاجة بتحبها تاني يوم الصبح بتقول سلين لجزء ليبانت انها قلقنة من بيرا بتفهموا انها حسن فيه عندها مخطط فبيسألها ليبانت عن المخطط ده فبتقوله ان الموضوع ده مش مجرد علاقة عاطفية وبتخمن ان بيرا لها غرض شرير محدش عارف وفي نفس الوقت ده بيكون مظفر قدام المرسم بتاع بيرا واللي اول ما بتشوفه بترحب بيه وبتعرض علي انها تعمله حاجة يشرب بس بيدخل في الموضوع على طول وبيقولها انه عاوز يديل نفسه فرصة تانية معيها وبيعزمها على الفطار برا البيه وبتفرح جدا وبتقبع العزومة بس بيطلب منها يدخل الحمام قبل ما يخرجه وفجأة وهو في الحمام بتوصل سلين مع ليبانت جوزها وبتطلب من بيرا انها تتكلم معها وخصوص اخوها مظفر وبتقول لها انها متخوفة من علاقتها بمظفر وبتنصحها تراعي ظروفه المرضية واللحظة دي بيخرج مظفر من الحمام وبيطلب منها تبطل كلام عنه ولما بنرجع لنالم بنلاقيها وقفة مع خيري قدام المكان اللي كانت فيه الشجرة وبيبقى الزعله الاحباط واضح عليهم هما الاتنين وبيعرض خيري عليها انه هما يخرجوا مع بعض على الشاطر ولما بيوصلوا بتديله نالم صورتها لكاته محفظته وبتنزل من العربية وهو بينزل وراها وبيحاول يشرح لها موقف فبتقوله انها مش عايزة تتكلم وتطلب منه يرجع عالبيت ويسيبها تتمشى لوحدها فبيقولها انه مستعد يعمل اي حاجة تريحها ومحدش منهم بيبقى عارف ان الصحفيين صوروهم وصورهم هتتنشر قريب في كل المواقع الاخبارية وفي اللحظة دي بتعرف فريدا انه لن خرجت من البيت من ساعتين وبتسأل تاكو فبيقولها انه خرجت مع خيري كالعادة ولما بنرجع لمزفر من الاي واقف قدامه اخته سيلين وبيطلب منها تمشي ولا بتحاول انها تبرر له موقفها بيزعق لها وبيجبرها على انها تمشي من قدامه بس بيتأثر بعدها وبيخرج من عند بيرا وهو متضايق اما فريدا فبتحاول توصل لنالن لكن نالا ما بتردش عليها لانها بتبقى بتتكلم مع بيلورس لحبيتها وكتفق انها تقبل فبتقرر انها تروح لقودة نالن وتصحي سيدات وبتقوله انه لازم يصحي عشان تكلمه في موضوع مهم وفي نفس الوقت ده بتكون بيرا وقعت في حبه مظفر بجد وبتحاول تتكلم معاه بس بيبعت لها رسالة وبيقول لها انه هيكلمها بعدين فجأة بتدخل عليها مومتها بيرفين المرسم وبتسألها ان كانت مخبية عليها حاجة فبتنكر بيرا انها مخبية عليها اي حاجة بس بيرفين بتبقى شكة في بنتها وبتحذرها من انها تبوز خطتها اللي كانوا متفقين عليها وفي المطعم بتقول منان لبلور ان خاري اعترف لها بحبه بتفاهمها انه عمل كده رغم انه ما تكلمش ولا كلمة بس كل حاجة كاتبين علي وبتفاهمها انها مش قادرة تتصرف ولا تاخد اي رد فعل اتجاهه اما سيدات فبيكون قدام فريدة وبيسألها ان كان حد جاب سيرته قدام او ان كان حد اتهمه بمصيبة جديدة كالعادة فبتقوله انه لازم يجبر ويكون مالي مركزه ولازم يثبت للكل شخص ناجح عشان يعجب نلم مراته ويحببها فيه وبتقوله كمان ان مصالحهم مشتركة وعشان كده هي هتساعده وهتخلي يسيب قسم التباع ويرجع تاني لمنصبه الاصلي في الشرك بس قبل ما تعمل كده بتقوله شروطها وبتخليه يحفظ الشروط دي كلمة كلمة وبيرددها قدامها وبيقول انه هياخد نلم مع الشخ وهيفضل جنبها طول الوقت ومش هيخليها محتاجة حاجة ابدا بعدها بيبتسق الصحفي كمال بجانا وبيقول لها انه عنده صورة همها وبيبعت لها صورة نلم مع خير السواق وبتفرح جنب الصورة جدا وبتطلب منه انه ما ينشرهاش في اي مكان وبتبقى ناوية انها تستغلها بطريقة تانية وعشان كده بتتسل بفريدة بس فريدة بترفض انها ترد عليها وبتروح تقعد مع رقفة وانها بيسألها رقفة عن سر طلبها الكلام معاه على انفراد بتقوله انه احاب اتكلمه عن سيدات اللي هو شاب نشيط وزكي ومتميز في العيلة وبيسخر رقفة من وصفها لسيدات وبيقول لها نونات انه خب عنه عربيات بملايين الدولارات فبتنصحه فريدة انه يعامل سيدات بطريقة احسن من كده ولازم كمان ينسى سيدات المراهق ويتعمل معاه على انه راجل ناضج وعائل وبتطلب منه يرجعه المنصب الاصلي في الشركة وانه يسمح لنالم بالشغل معاه عشان تفضل جنب جزهة طول الوقت وبالشكل ده هيحبه بعض وهيجيبوله الحفيد اللي هو بيحلم به فبيوعدها رقفة انه هيفكر في كلامها وعلى طول بتتصل فريدة بنالن وبتطلب منها انها تطلع على الشركة فور وبتفهمها انها تشتغل مع سيدات وهتفضل معاه في الشركة طول اليوم بعدها بتتصل بجنة وبتسألها عن سبب اتصلها بيها من شوية فبتقول لها جنة انها عندها صورة لنالن لازم توريها لها وتاخد رأيها وبتطلب منها انها تقابلها بسرعة في مطعم ورية وبتهددها انها لو رفضت هتقابلها هتنشر الصور والشركة بيقول رقفة لنالن انها ترتاح معهم في الشغل وبيفهمها ان فكرة الشغل دي هي فكرة جدتها فريدة واللحظة دي بيدخل عليهم سيلين وليفانت وبيستغل رقفة انهم كلهم متجمعين وبيقولهم ان نالن ويسيدات هيمسكوا ملف العلاقات العامة في الشركة وبتسألوا سيلين عن سبب القرار المفاجئ ده وصوصا ان ليفانت مأصرش في ملف العلاقات العامة فبيقول لها باباها انه مقدر شغل ليفانت بس بيحاول انه يدرب نالن ويسيدات على تحمل المسئولية مع بعض ما بتوصل فريدة عن مطعم بتلاقي جانا في انتظارها وبتوريها الصورة اللي بعتقالها كمال الصحفي وبتتصدم فريدة وبتحاول تشرب مية عشان تهدأ وبتسأل جانا عن طلباتها بتقول لها جانا انها مش عايزة طلبات لنفسها بس عايزة تتفق معاها ان كل واحد فيهم يسيب التاني في حاله وما يدخلش في حياته بس فريدة بتتدايق وبتقول لها ان الصور دي لو اتنشرت هتجي لها بيتها في نص الليل وهتتباحها وفي البيت بتتفاجئ نالن انه مظفر بالهم شونة هدومه عشان يخرج من البيت وبتنسحه يفضل في بيته واستعيلته بس بيقول لها انه ما بقاش حاسس انه مرتاح في البيت ده وعشان كده لازم يبعد عنه شوية وبيقول لها ان عيلته بتتخطح دودها وبتتدخل في حياته بشكل سخيف وبيودعها قبل ما يمشي وبطلب منها ما تقلقش علي وبعد شوية بتوصل فريدة وبتطلب من حفيزة تاخد نالن على الحمام وهناك بتحقق معاها وبتسألها ازاي تمشي مع خيري على شط البحر لوحدهم وبتفهمها انها تصورت وصورها ممكن تتنشر وتتسبب في فضيحة لما بتخرج نالن وبتقف قدام المراية بتشوف اثاري الضرب على رقابتها اما فريدة فبتمسك حزام العفة وبتنادي على حفيزة علشان تجيب لها نالن واول ما بتشوفها بتخيرها بين انها ترجع تلبس حزام العفة وبين انها تلتزم بالاخلاق اللي ربتها عليها وتبعد عن خير بعدها بتروح قدتها تعايت وتتكلم مع جوزها عادل وبتوعيد وتخرج من الازمة دي هي ونالم بدون ما يخسروا حاجة وعلى الصفرة بتعاير فريدة رقفة لانه مظفر سبم وتفرش من البيت وقبلها جلسة هنهية كما يتحججت بعمها وتفشل اللحظة دي بياخد سيدات باله من اثاري الضرب على رقابة نالم بس بتقوله انها حساسية وهنا بتغير فريدة الموضوع بتقول لسيدات انه اكيد متحمس عشان ميراته عتشتغل معاه بعدها بيقرر مظفرا انه اتصل ببيرا ويطمنها علي وبيقول لها انه عاوز يقعد معها شوية وبيديها عنوان الفندق اللي هو قاعد فيه وبيبقى واضح ان العلاقة ما بينهم بتدت تكون اقوى وعشان كده بتروح لبيرا بهدوم المرسم وفي نفس الوقت ده بيكون سيدات مع نالم وبتتصل بي جانا اللي بيبقى مسجلها باسم الاخ محمود ولما بيرد عليها بتقولوا انها وقفة مستنية قدام البيت وبتطلب منه انه ينزل لها وإلا هتدخل البيت تاخده بنفسها وبتتعمد انها تدرب كلاكس بصوت عالي جدا عشان تجبره على الخروب ولما بيخرج وبيقابلها فعر بيتها بيطلب منها تبعد عنه وبيقول لها انه نالم مراته ما تستهلش منه انه يخنها معاه وبتتدهيق جانا وبتقول انه بكده بيفضل نالم عليها وبترجاها انها تشيل نالم من دماغها لانها مراته وبيسيبها وبيرجع تاني على البيت وفي نفس الوقت ده بتلاحظ نالم ورقة بتدخل قضيتها من تحت الباب وبتقوم من سريرها وبتقراها وبتلاقيها من خيري اللي بيقول لها انه ماقدرش يحافظ على شجرة المانويلة لكن جاب لها كريمة شوكولاتة اللي هي بتحبها وبتتردد نالم قبل ما تاكل منها بس ابتقدرش تقاوم وبتاكل فاجأ بيدخل عليها سيداته بتخبيها ورى ظهرها وبيسألها هي مخبية ايه بتضطر توريها وبيسألها مين اللي جابها لها في الوقت ده وبيتوقع انه يكون خيري لانه شافه بيأكل واحدة زيها وهو خارج من البيت فبتقوله انها طالبت منه ويشتري لها واحدة فعلا وبتترجاها مايجيبش سيرة لجدتها فريدة وده لانها منعاها من اكل الحلويات عشان ما تتخنش يعني يوم الصبح بتجهز نالا وبتجهز نفسها الاول يوم شوك اما مظفر فبيكون بيفطر مع بيرة وبتبدأ علاقة الحب ما بينهم تتطور وفي اللحظة دي بيكون رقفة مع بنته سيلين قدام قودة مظفر في الفندو وبتقوله انه هم لازم يدخلوا عشان يحمي مظفر قبل ما ورط نفسه زي ما عمل مع مليسا زمان وقبل ما تكمل سيلين كلامها بيتصل جويد برقفة وبيقوله انه مظفر عرض كل املاكه من العقارات للبيع ويبدو انه بيفكر يسيب اسطنبول ويعيش في مدينة تانية وبيشكره رقفة على المعلومة دي وبياخد سيلين وبيخبطوا على قودة مظفر وبيتفاجئوا لما بيلقوا بيرنا هي اللي بتفتح لهم البقية ولما بيجيه علي سيداته نالان بيبقوا على باب البيت وبيستعدوا عشان يروحوا عالشركة وفي اللحظة دي بتتسل جانا بسيدات بس ما بيردش وبتقرر تبعط له سورة نالان مع خيري وابل ما بيشوف سيدات الصورة بيتصدم وبيطلب من جانا ما توريش السورة دي لأي حد وبيقول لنالان انه ليه كلام تاني معاها لما يوصلوا الشركة اما رأفت فبيبقى لسه عنده مظفر وبيعتذر له لانه فجأوا بالزيارة وبيطلب منه انه هما يعودوا مع بعض ويتكلموا لما الوقت يبقى مناسب وفي الشركة بيصارح سيدات باللي مخليه متضايق منها وبيوريها صورتها مع خيري على البحر وبيطلب منها تفسير اللي هو شايفه في الصورة وبيقول لها ان الصور بتوضح ما ده الحب اللي بينها وبين خيري استوق بتاعها بتتضايق نلم من الكلام ده وبتقوله انه اخر واحد ممكن يتكلم عن الصحة والغلط ودل انه طول الوقت كان ليه فضايح وبتفكروا في فيديوهاته مع جانا ومع ميليسا بحاول سيدات يدفع عن نفسه بيقول لها ان جانا هي السبب لانه هي اللي بعتت له الصورة فبتتعصب منه اكتر بيتفكروا انه وعدها انه يبعد عن جانا وبتسيبه وبتقفل وحده واللحظة دي بيظهر خيري وبيسألها ان كان يقدر يقدم لها المساعدة بتعرفه بقصة الصورة وبيقرر يجيب الصحة في اللي خد الصورة دي ويحسبه بنفسه وفي نفس الوقت ده بتكون فريدة في قوضة نالن هي وحفيظة عشان يفتشوها وبتقدر فريدة تلاقي الرسالة اللي بعتها خيري نالن لما كان جايب لها الشوكولاتة اللي اللي فاتت وبتتأكد النالن بتخدعها وبتتكلم مع خيري من وراها وبعدها بيقرر مزفر انه يروح لبابا في الشركة وبتحاول سنينها تتكلم معاه بيطلب منها انها تسكت وبيقول لبابا انه بيحب بيرنا وهيتجاوزها وبيقوله كمان انه هيبيع كل ما يملك وهيسيبهم وهيمشي وبيحاول رقفة انه يهديه وبيقوله انه كل الامور ممكن تتحل بالنقاش وبيعرض عليه انه يجيب بيرا علشان يتكلموا معاها ويتعرفوا عليها كمان ولما بيمشي مزفر بيطلب رقفة من سلين انها تجيب له الملف اللي فيه معلومات بيرا علشان يعرف عنها كل حاجة اما مزفر فبيقابل نالم برا مكتب بابا وبيقولها انه قرر يسيب كل حاجة وراه ويمشي وبيقولها كمان انه قرر يعيش نفسه بس وبيسيبها وبيمشي وبعدها بتتفاجئ نالم بسلين وهي بتلومها على كل اللي بيحصل وبتقولها انه هي اللي لعبت في دماغ مزفر وحردته على اللي هو بيعمله وبتقولها نالم ان علاقتهم بمزفر كأت متوترة من قبل ما هي تعرفهم اصلا وبتطلب منها تدور على كبش فدى غيرها اما رقفة فبيبقى في الوقت ده بيتكلم مع امراته جلسهن في التليفون وبيقولها انها وحشيته متحمس جدا انه يشوفها ويعود معاه فبتقوله انها هتوصل البيت بعد ساعات قليلة وبيقولها انه هم اكيد هيتعشوا مع بعض النهاردة وبعد ما بيقفل رقفة المكالمة مع جلسهن بتدخل عليه سرينه وبتديرهم ملف بتاع بيره ولما بيفتحه وبيقرى اسم امها بيتصدم وده لان امها بتبقى هي نفسها بيرفين حبيبته القديمة وعلى طول بيتصر رقفة بيرفين وبيقولها انه لازم يقابلها فورا وفي نفس الوقت ده بيكون خيري يوصل لبيت جنة وبيطلب انه يقابل وبتستقبله جنة وبيترحبه اما سيداته نالم فبيبقوا في جلس التصوير والهدف منها يكون المحافظة على صورة العيلة قدام الصحافة ولها بيسأل جنة خيري عن سر زيارته ليه بيقوله انه جاي عشان الصورة وبيسألها ليه بعتت الصور لسيدات فبتقوله انه سيدات صاحبها من زمان وطبيعة تقوله حاجة زي دي وده طبعا عشان يسألها ويعرف هي عملت كده ليه لكن خيري بيقولها انه مش مهتم غير انه يعرف اسم الصحفي اللي صور الصور دي وجاي كمان علشان يحذرها من انها تطلع اشاعات عنه وعنالن فبتقوله جنة انها ممكن تبلغ الشرطة عنه لانه موجود في بيتها فبيرد عليها بهدوء وبيقولها انها مش هيمشي قبل ما يعرف اسم الصحفي وفي بيت رأفت بتكون جلسة هنوصلت وبتستقبلها دندو بس فريدة بتكسر فرحتهم وبتقول لجلسة هن ان في مصايب كتير حصلت في البيت وقت ما كانت غايبة واخر المصايب دي هي اهروب مصفر من البيت طبعا جلسة هن قول ما بتسمع الخبر ده تنهار وبتفاهمها ان بيرا اللي جات له قبل كده ودخلت قطه هي البنت اللي هرب معاه وفي نفس الوقت ده بيكون رأفت مع بيرفين وبيقولها ان بنتها بيرا على علاقة بابنه وبيفاهمها ان العلاقة دي لازم تنتهي فورا فبتقولها بيرفين انها متقدرش تتدخل وتنهي علاقة بين اتنين بيحبوا بعض فبيسألها ان كانت قبلة بالعلاقة اللي بينهم وبيقولها ان العلاقة دي مستحيلة ودر ان هما كانوا على علاقة ببعض وهو رافض سرة النسب بينهم وبين بعض وبيسيبها في الحديقة وبيرجع لعربيته وبيتصل بابنه مظفر وبيترجن ويجي على البيت فورا عشان يتكلموا مع بعض اما بيرفين فبيتصل ببيرا بنتها وبتقول لها انها مبسوطة منها لانها قدرت توقع مظفر هو اللي في اللحظة دي بيبقى جنبها وبيسألها هي بتكلم مين فبتقولوا انها بتتكلم مع مامتها بس بتقفل المكالمة معاها وبتحاول تواسم وظفر وتبقى جنب ولما بنرجع لجلسة هن بنلاقيها لسه مصدومة وبتعيط وبتقول انها مش مصدقة ان ابنها الكبير يهرب مع بيرا وتستفزدها فريدة وبتقول لها انه كان نفسه يهرب من زمان في اللحظة دي بيوصل رقفة وبيسلم على جلسة وبيرحب بيها وبيوعدها انه يحل المشكلة مع مظفر ويخلي يرجع البيت وطبعا فريدة بتبقى قاعدة وتتفرج وهي شمتانة فيهم بعدها بيبقى خيري قدر يوصل لواحد من الصحفيين اللي صوروه مع نلن وبيكبر وينزل من العربية بالعافية وفي البيت لما بترجع نلن من الشركة بتاخدها فريدة من قضيتها وبتوريها الرسالة اللي كتبها لها خيري وبتسألها هو وجب لها ايه فبتعترض نلن اخيرا على تحكمتها وبتقولها انها زهقت من اسلوبها معي وبتقولها طول عمرها بتحاول تكون بنت كويسة بس عمرها ما عجبتها وبتفكر انها طول الوقت كان بيطلمها على غلطات هي ما عملتهاش وبتقولها كمان ان جانا بعثت الصور ليسداته عشان كده هو بيتهمها انها بتخونه مع انه هو اللي بيخونها وفي مليون دليل على خيانته وعلى الصفرة بتسأل جلسة عن رقفة ان كان عارف اي معلومات عن بيرة فبتقولها سرين انها بنت بربين صديقة رقفة القديمة وفي اللحظة دي بيدخل خيري وبيطلب من رقفة يتكلم معي فبيئزن له رقفة بالكلام ووقتها بيوريه خير الصور اللي الصحفيين صوروا ليه والنلن وبيفهموا ان هم استغلوا انه كان بيسعيدها وهي دايخة وصوروهم صور توحي بان فيما بينهم علاقة عاطفية وبيقولوا انه وصل الصحفيين وجابهم معاه في العربية عشان يعرف منهم القصة بنفسه وعلى طول بيخرج معاه رقفة وبيبص على الصحفيين من الشباك وبيسأل خيري ان كان ضربهم او اعتدى عليهم فبيقولوا خير انه ضربهم عشان يجبرهم انهما يدروا الصور وبعدها بتسأل جلسة عن رقفة عن مظفر وبتقولوا انها مش قادرة تصبر وعايزة تشوفه فبيضطر رقفة انه يبعت له رسالة يستعجلوا فيها وبيقولوا انه كلهم في انتظاره لكن جلسة ما بتقتنعش وبتقول انه هما لازم يجيبوا بيرا ويتكلموا معيها ولازم يفهموها ان ابنهم مر بظروف صعبة ولازم تقدر ده وفي اللحظة دي بيرد مظفر على رقفة فرسالة وبيقولوا فيها انه جاي في الطريق وبترتاح جلسة هان اخيرا لما بتحس انها تشوف ابنها قريب اما نالن فبتستأذن منهم وبتقوم علشان تروح الحمام فبتقوم فريدة وراها وبتقولها ان خيري جي الرقفة وعمل نفسه شجاع وارسط وارب نفسه لكن الحركات دي هي ما بتصدقهاش وعشان كده بتطلب منها انها تحافظ على وعدها ليها وما تتكلمش معاه الا للضرورة فبتأكد لها نالن ان اللي بينها وبين خيري مجرد علاقة شوف لكن خيري نفسه ما بيكونش مقتنع بكده وبتبقى نالن جوه قلبه ومش قادر انه يشوف غيرها وعشان كده بيدخل البيت وبيعود يلعب طولة مع رقفة وهناك بيقدر انه يشوفها برحب بس فريدة لما بتشوفهم بتتدايق وبتسأل رقفة ليه ما بيلعبش مع شخص من مستوى فبيرد عليها بسخرية وبيقولها انها بتتدخل في كل حاجة في البيت وبيعرض عليها انها تلعب معا وفاجأة بيدرب جراز الباب وبتوقعوا كلهم ان مظفر جيه بس بيتفاجأوا لما بيشوفوا جاويد اللي بيقولهم ان مظفر اتصل بي واتفق معا ان هما يتقابلوا بعد ساعة في البيت وقبل ما بتطلع نالن على قضيتها بتوقف مع خيري وبتشكروا على انه جاب الصور من الصحفيين ومنعهم من نشرة وبيقول لها انه ما عملش غير الواجب وبيديها منديل فيه بزور شجرة المانويلة وبيقول لها انها ممكن تزرعها بنفسها طالما جدتها قلعت الشجرة اللي هو زرعها طبعا فريدة بتبقى واقفة قريب منهم وبيترقبهم وبتسمع كل كلمة بيقولوه وبعد دقيق بيوصل مظفر مع بيرنا بتستقبلهم فريدة على الباب وبترحب بيهم بطريقة مش لطيفة لانها بتوصفهم ان هما هربانين والكل بيدور عليهم وبيحافظ مظفر على هدوءه وبياخد بيرا وبيدخل البيت مع بعض واول ما بيدخل البيت بيقول لبابانه خلاص قرر يتجاوز بيرا نفس الوقت بتقابل فريدة خيري قدام البيت وبتقوله انها فهمه وفهمه خطه وبتأكد له انها مش هتسيبه يوصل لنالن وبتطلب منه انه يروح لرقفة تاني يوم الصبح ويبلغه انه هيسيب الشوء وبيرد عليها خيري بسباته وبيقول لها انه مش زي الناس اللي هي بتبهدلهم وبيفهمها انه مش خايف منها وانها هي للمفروض تخاف منه وبيسيبها وبيمشي وهي متفاجأة من رد فعله وبتبقى نالن هي كمان وقفة ورا الشباك وبتشوف خيري وهو بيواجه جدتها فريدة وبعد ثواني بترجع فريدة للأسر وبتستمر في تعليقاتها السخيفة وبتسأل رقفة جلسة هنإن كانوا يكملوا تجهيزات حفل الزفاف وبتطلب منها جلسة هنتبطل سخيفة شوية لان الوضع متوتر وهنا بيقطعهم مظفر وبيقولهم انهم محددوا معاد حفل الزفاف وبيتمنى منهم يحضروا ويشوفوا قدام الناس وبياخد بيرا ويمشي بتليفون البيت وبتطلب من دوند وتقول لي سيدات ان سكرتيريات محمود صاحبه على التليفون وبيفهم سيدات انها جانا وبياخد سماعة التليفون عشان يرد عليها وبتطلب منه جانا انه يجيبها على البيت فورا وإلا هي اللي هتفاجه وتجيله ولما بيوصل سيدات لشقة جانا بيتعصب عليها وبيقولها ان اليوم ده اخر يوم هتشوفه فيه وبتقوله انها غلطانة عشان بتفكر فيه وخايفة على مصلحته وبتقوله ان خيري جالها وبهدلها عشان السور وبتفهمه انه بيحب نالا وإلا ما كانش تاعب نفسه جلع لحد بتا وبيقول لها سيدات انه هيطرد خيري من الشغل وهيجيب سواق مكان بس بيطلب منها تبعد عنه وتخرج من حياته وبتقوله جانا انها هتخرج من حياته بس بتنصحه انه يسأل نالا مراته عن الكتب اللي بقى اسلوب حياة عندها وبتفهمه انها مخبية عنه كل حاجة لدرجة انها بتنادي فريدة قدامه بلقب ماما وهي جدتها مش مامتها وفي قدتها بتشتكي فريدة الحفيزة من نالا وبتقول لها انها بقيت ترد عليها وتعلصتها كمان وبتطلب منها انها تجيب لها شنطة الاعشاب عشان تعمل خلطة جديدة وفي نفس الوقت ده بتروح سيلين لبابوها وبتقوله انها لازم يتدخل عشان يمنع جواز مظفر فبيطلب منها انها تنسى الموضوع ده وتخليها في نفسها وفي شغلها وبتلب منها تطولع عشان يلعب مع خير اما مظفر فبيبقى مع بيرة وبيقول لها ان هم هيتجوزوا غصبا عن اي حد وبيسألها ان كانت بلغت مامتها بقرارهم فبيقوله انها بعد ما شافت واقوفوا قدام اهله عشانه وتأكدت من حبه ليها هتتكلم مع مامتها وهتبلغها بقرارهم بعدها بيسهر رقفة مع خيري وبيقوله انه مش عارف ازاي هيقنع مظفر ابنه ويتراجع عن الجواز من بيرنا فبيقوله خيري ان بيرنا ممكن تكون زوجة مناسبة لمظفر بس رقفة بيفهمه انها لو كانت مناسبة عمرها ما كانت تخليه سيب البيت فبينصحه خيري يعمل اي حاجة عشان يحاسس مظفر بامتي وقتها هيقدر يقنعه باي حاجة ولما بيرجع سيداتها على البيت وبيشوف بابا وبيلعب طولة مع خاري بيتداي وبيطلب منه انه يتكلم معها على انفروض وبيقوله رقفة انه ممكن يتكلمه ها بيلعب وبيتدايق سيداته وبيرفض انه يتكلمه وبيسيبه وبيمشي ولما بيروح لقوته بيسأل نالن عن فرق السن الكبير اللي بينها وبين ومتها فريدة فبتتضيق نالن وبيسألها اسئلة غريبة بس سيدات بيكمل كلام وكانه بيتكلمه على سان جانا وبيقول لنالن ان خيري رح لبيت جانا وهددها وبتتعصب نالن اول ما بتسمع اسم جانا وبتقوله انها اتفقت معاه قبل كده مليون مرة انه يخرج جانا من حياتهم وفي نفس الوقت ده بتكون فريدة مسكة كيسي ععشاب وبتقول لحافيزة انها هتعمل منه سمه هتخلي خيري يشربه وبكده يكونوا قدروا انهم هتخلصوا منه للأب وبتحاول حافيزة تقنعها بالترجع عن الفكرة دي لانها خايفة بس فريدة ما بتقتنعش وبتقول لها ان هي اللي هتنفذ المهمة دي بنفسها لما بتسمع صوت نالن ويسادات بيتخنقوا بتقوم تتنصت عليهم وبتسمع سيداته وبيقول لنالن انها طول الوقت بتدفع عن خيري وعشان كده هو هيمشي من الشوق وبيسيبها وبيروح المطبخ وهناك بتروح له فريدة وبتسأله عن اللي حصل بين خيري وبين جنة فبيفهم انها كيف بتتنصت عليها وانها بتحاول فريدة تهدده بيقف قصدها المراد وبيقول لها انه عارف سرها خلاص ما بقاش خايف منها وبيفاهمها انه عارف انها جدت نالن مش امها وبتقرر فريدة تنتقم من جنة لانها كشفت سرها لجزبنتها وتاني يوم الصبح بتروح لجنة وقبل ما تخرج بتقول لخيري انه حظه معها تلحل وبيتصل كمان بمظفر وبيقول انه رازم يحضر الاجتماع بعدها بتحاول فريدة تهدد جنة بس جنة بتقول لها انها بقيتش تخاف منها انها تعرف عنها اهم اسرارها وبتقول لها انها تبقى جدت نالن مش امها وبتنصح انها تقول الحقيقة لنالن بنفسها لكن فريدة بتهددها انها تقتلها لو قالت لنالن اي حاجة وبتسيبها وبتخرج من عندها وهي متضايقة وبتروح لقبر عادل وبتفتكر كلام جنة ليها ونصحتها انها تقول لنالن كل حاجة قبل ما تعرف من حد غريب وبتبقى فريدة شايفة ان كلام جنة صحة وانه قاني الاواني ان تقول لنالن كل حاجة وبتعيط فريدة وبتتكلم مع عادل وبتع تزرله لانه كان دايما بينصحها تحكي لنالن وهي ما كيتش بتسمعه وبتقوله انه لو كان لسا موجود كان موضوع هيبقى اسهل عليها وبتتمنى تموت عشان تخلص من الضغط اللي هي فيه اما رقفة فبيبقى مجمع العيلة كلها في الشركة وبيقول لهم انه قرر يتقاعد وانه هيسيب الشركة الواحد فيهم عشان يدرها وانه منصبه هو هيكون شرفي وهيريب من بعيد مش اكتر وبتخاف جلسة هنو بتسأل رقفة لو كان هيعمل زي المرة اللي فاتت ويزع على الولاده من بعض بس رقفة بيقول لها انه قرروا المرة دي نهائي وبيعرفهم كلهم انه مظفر هو اللي هيكون رئيس مجلس الادارة واول ما بتسمع سليني الكلام ده بتتدايق وبيحاول ليفانتي هديها وبيقول لها انه اكد مظفر هيرفض والشركة هتكون لها في النهاية بس مظفر بيخيب ظنه وبيقبل المنصب وبيروح يقعد على كرسي رقفة وبيقول لهم ان علاقته ببيرة مش هتتغير وبيتضيق رقفة بس بيسكت وبتقوم سلينه وبتمشي وبتاخد نالن جلسة هنو بيروح وراهم سيدات وبيسيبوا رقفة ومظفر لوحدهم وبيقول مظفر لرقفة انه ما توقعش انه هيعمل كده ابدا وبيقوله انه كان مفتكر وبيحب الشركة جدا فبيقوله رقفة انه بيحب ولاده اكتر من اي حاجة وبعدها بنشوف فريدة في البيت وبتدي حفيزة الوصية بتاعتها وبتطلب منها تديها لنالن بعد ما يدفنوها وبتعرفها انها اكتر واحدة بتصق فيها وبتطلب منها توعيدها تفضل جنب نالن وما تسيبهاش ابدا فبتسألها حفيزة لو كان في حاجة سيئة حصلت لنالن فبتمكر فريدة وبتقوله انه لسه هيحصل لها وبتاخد صندوق الزكريات بتاعها وبترجع على بيتها القديم وقتها بتكون نالن مع خيري وبتع تزرله على ليس دات عمله وبتسأله لو كان فعلا اتكلم مع جنة فبيقولها خير انه طلب منها تبعد عنها وانه كلمها بهدوء وطلب منها تحزف السور فبتشكره نالن وبتطلب منه انه يوصل بلور بس بتبقى حاسة بالغيرة ولما بنرجع لسليم بنلاقيها وقفة مع رقفة وبتلومه لانه سلم الشركة المظفر وبتقوله ان الشركة ما تعنيش اي حاجة لي وانه خد منها حلمها والدهول وبيفهمها رقفة انه عمل كده عشان يكبر مظفر يبعد عن بيرا ويفضل جنبهم وما يسافرش كان سليم ما بتقتنعش بكلامه وبتقوله انه بيدحك عليها وبيه خطر بالشركة وبتسأله لو مظفر ما بيدش عن بيرا هيعمل ايه وبيقوله انه وقتها هيعمل بيرا زي نالن وهيخليها جزء من مجلس الادارة وبتفهمه انها اكتر واحدة بتشتغل وقلبها عالشرك وانه بيعملها زيها زي اي واحدة غريبة استغرب منها رقفة وبيسألها هي ازاي طمعة قوي كده بس سليم بتقوله انها شبهه وانه هو اللي ربها على كده ومش هي دريع عقبها وبتسيبه وبتمشي اما نلم فبتكون وصلت عالبيت ولما بتلاقيش خاري موجود بتغير وبتحاول تتسل ببلور بس بتردش عليها تتسل بفريدة وبتسألها ليه راحت البيت من غير حفيزة بس فريدة بتهديها وبتقولها ان حفيزة بتعطلها عن شغلها وبعدها بتقفل معاها بينشوف فريدة معاها صورة عادل وعلبة فيها حبوب بعدها بتتسل نلم بخيري وبتسأله هو ليه تأخر ولما بتعرف انه قاعد مع بيلور بيشرب شاي بتتدايق وبتطلب منه يخلص الورقة في الكنسولية ويرجع لها عشان عاوزا يوصلها المكان وبيوافق خيري وبيقوم على طول عشان يخلص الورقة اما نلم فبتتسل ببلور وبتسألها لو كانوا بيشربوا الشاي فعلا بجمع له كل حاجة عشان مظفر ييجي ويستلم الشرك وبيفهموا انه هيفضل مرائبهم من بعيد عشان يساعدهم لوله وبعدها بيتسل بجويد وبيقولوا انه عاوز يقبله ويتكلم معاه ويفهموا انه محضر له مفاجأة واول ما بيقفل معاه بيلاقي برفين بتتسل ولي بتقوله انها عرفت من صوته وانه مقدرش يقنع ابنه ويسيب بنتها وبتقوله انها ناوية زورهم وتتعرف على جلسها طالما مظفر وبيراها يتجوزه بس رقفت بيرفض وبيطلب منها انها تأجر الزيارة شوية بالوقت اللي بيكون فيه رقفت عندي جويد وبياخد بعربيته الجديدة بتكون نالن لسه الان على خيري وبتتكلم مع بيلور وبتسألها عليه بس بيلور بتخليها تغير اكتر وبتقول لها ان خيري كان بيتكلم معها عن حياة ووقتها بيوصل خيري وبيتأسف لنالن لانه تأخر عليها لكن نالن بتبقى زعلنة منه وبتقوله انها غيرت رأيها ومش عايزة تروح مكانه وتسيبه وبتدخل الاصر لكن خيري بيروح وراها وبيحاول يبرر لها وتأخر ليه بس بيفهم من كلامها انها غيرانة عليه وعشان كده بيتبسط وبيحاول يخليها تغير اكتر وبيقول لها انه اتفق مع بيلور هيطلعوا يتغدوا سواء وبتتدايق نالن وبيفضل خير يضحك عليه فجأة بيتصل بها فريدة وبتقول لها انها سابت البيت وقعدة في فندق وبتطلب من نالن تروح له تستغرب نالن لاني نبرد صوت فريدة تغيرت وبقى واضح عليها انها متضايقة وبتطلب من خير انه يوصلها على هناك على طول وبعد ما بتقفل فريدة معيها بتاخد حبوب وبتقول لنفسها انها خلاصة ترتاح اما رقفة فبيكون مع جاويد وبيقوله انه مسك مظفر ادارة الشركة عشان يبعد عن بير وبيقوله جاويد انه تصرف صحة على الرغم من انه مش مسدق انه ساب الشركة وبيسألوا رقفة عن الساب اللي خلاه يطلق مرات انجاويد بيبقى متحفز ومش عاوز يدخل في تفاصيل وبيقوله انه هما وصلوا لطريق مسدود مش اكتر وبيسألوا عن ساب سؤاله وبيقوله رقفة انه بيفكر يعمل زيه ويفهموا انه علاقته بجلسة هنوصلت لطريق مسدود ونفس الوقت بتكون بيرفين وصلت لبيت رقفة وبتستقبلها جلسة هنو بتتصدم لما بيرفين بتعرفها بنفسها وما بتقدرش يترحب بيها بعدها بنشوف جانا وهي بتتكلم مع بنتها وبتقولها انها حست انها تعبانة ورح اتعملت فحصة عند الدكتورة وانها مستنية نتيجة التحاليل عشان تاخد الأدوية اللازمة وفجأة بتتصل بيها الدكتورة وبتقولها انها كويسة جدا بس بتعرفها انه هما عملولها اختبار حمل وطلعت حامل تفرح جانا بالخبر ده جدا ولما بنرجع لنلم بنلاقيها عند فريدة في الفندوق وبتتأخر فريدة لما تفتح لها وبتقلق عليها نلم جدا بس فريدة بتفتح لها في الآخر وبتمسك ايديها لأول مرة وبتعترف لها انها مش اختها وانها ممتها وبتقولها انها خبت عليها لانها ما حبتش انها تكبر من غير حناني الام بس نلم بتسحب ايدها من ايديها وبتكونش مسدقة كلام فريدة اللي بتبقى مصممة انها عملت كده عشان مصلحتها وعشان تكبر وراسها مرفوعة بس نلم بتقولها انها فهمت دلوقتي ليه عمرها ما حبتها وكانت بتعزبها وبتقدرش نلم تسمع منها كلام اكتر من كده وبتسيبها وبتخرج اما خيري فبيبقى واقف على الباب وبيسمع كل كلامهم بيحاول يطامن على نالان بس بيطلب منه انه ياخدها عند بلور وفي الطريق بيعرض خيري على نالان انه ياخدها مكان ترتاح فيه اما برفين فبتبقى قاعدة مع جلسهن اللي بتحول بكل الطرق انها تضايق برفين وتهان بس برفين ما بتتأثرش بكلامها ابدا وبتستفزها هي وبتفضل تسخر من البيت بتاعهم بتقول انه قديم وفرطوبة وان بنتها بيرا عمرها ما هتوافق تقعد في بيت زي ده لانها متعودة على البيوت الفخمة وكان بتفضل تقولها ان هي ورقفة اصحاب من زمان وان رقفة بيحكي لها كل حاجة وبتتعصب منها جلسهن وقتها بيوصل رقفة بيلوم برفين لانها جات من غير معاية بس بتقوله انه هي وبيرا هينزروا يشتريوا فستان الفرح انها ما كيتش عاوزة جلسهن تتحرم من انها تختار لمرات ابنها فستان فرح ولما بنرجع لجنة بنلاقيها وقفة قدام المراية وبتحرك ايدها على بطنها وفرحانا انها حمل وبتقرر تروح للدكتورة الاول وتتأكد من حملها قبل ما تتصرف وتاخد اي خطو لما النلم فبتبقى قعدة قدام البحر مع خيري وبتقوله انها اكيد سمع كل حاجة وبتفضل تلوم نفسها عشان غابية وما فهمتش من الاول ان فريدة مش ممت قوله انه كل حاجة كانت وطحة وانها هي اللي كانت خايفة تصدق وبتفهمه انها كانت طفلة عندها اغلى الهدوم والالعاب ان اي حد كان يتمنى حياتها بس كانت تعيسة وطول حياتها نفسها حد يحبها ويطبطب عليها بس خيري بيبقى شايف ان فريدة مش مزنبة وبيقول لنلا انها واحدة فقدت بنتها وكانت مضطرة تربي حفدتها رغم انها مش متزنة وتعبين وبيقول لها ان اللي فريدة عملته هو الصح وانه كان يتمنى بعد موت امه انه حد يهتم بيه ويكبره زي ما فريدة عملت معيه وبيقول لها كمان ان اكيد فريدة خبت عليها لحد دلوقتي عشان كانت خايفة تقصرها وبيحاول يخلي نلا تتعاطف معيها وتحس بوجعها بس نلا بتقوله انه مش هممها هي حسابي وبتقوله انه اكيد عادل طلب يقابلها قبل ما يموت عشان كان ناوي يقول لها الحقيقة وبتسأل نفسها عن ابوها هو مين لو كان عارف بوجودها بس خيري بيقول لها ان ابوها كل السنين اللي فاتت ما فكرش يدور عليها انه ما يستحقش انها تسأل عنه وبتطلب منه نلا انه يخدها يرجعها البيت وما يقولش الحد عن اللي هو سمعه بعدها بنشوف سليم مع سيدات وبتقوله انها مش عايزة تشتغل في الشركة مرة تانية وبتقنعه يشتري كل الاسهم بتاعتها وبكده هيبقى ليه اكبر نسبة في الشركة فبيقول لها سيدات ان العرض بتاعها مغري بس ممش معها اي فلوس عشان يدفع لها حق للقسم فبتفكروا سليم بالارض اللي ملك نالة وبتنصحوا يقنعها اتباعها ويددلها فلوس فبيقول لها سيدات ان علاقته بنلم متوترة بس عرضها يستهل انه يحاول يقنعها وبيشكرها وبيسيبها وبيمشي لكن ليفانت ما بيكونش عقبه اللي سليم بتعمل بحاول اقنعها تتراجع بس سليم بتقوله انها تغيرت ومش عايزة حد يستغل لها بعد كده انها ناوية تعلم رأف الدرس عشان يفهم نتيجة القرار الغبي اللي اخد لها بنرجع لنلم بنلاقيها مع خيري في العربية وبيتصل بها سيدات بس بتفتكر كلامه ليها لما قالها ان فريدة خلفتها وهي كبيرة في السن وسألها لو طلعت مش اماها تعمليها وبتدرك انه هو كمان كان عارف ان فريدة مش اماها مخب عليها عشان كده بترفض ترد عليها وفجأة بتتسل بلول بخيري وتقوله ان العربية بتاعتها تعطلت على الطريق وبتطلب منه يروح يساعدها وبيقفل معها خيري وبيستأزم من نلم بس بتتدايق وبتنزل تركب العربية وبتسيبه وبتمشي في نفس الوقت بتكون فريدة رجعت على بيت رقفت وبيبقى واضح عليها التعب وبترفض انها تقعد مع بيرفين وبتطلع على قوضتها ثم جلسة هنفى بتطلب من بيرفين تقوم تمشي لانها تأخر وبتضحك بيرفين وبتقول لها انها عندها حق وانها لازم تمشي عشان تجهز للفرع سرقفت بيروح معاها وبيزعق لها على اللي بتعمله وبيقول لها ان جواز بنتها مش ابنه مش هيحصل هو بيهددها بانه ممكن يدمرست بيرفين ما بتكونش خايفة من وبتقوله نتأخر وبتسيبه وبتمشي انها بنرجع لفريدة بنلاقيها مع حفيزة وبتقول لها انها قالت لنالن انها مش امها وبتبقى فريدة زعلانة لانها خسرت بنتها وحفدتها وبتقول لحفيزة ان عادل طلب منها كتير يقول حقيقة لنالن وانها كانت رفض بس حفيزة بتحاول تهديها وبتقول لها ان نالن هترجع لها تاني لكن فريدة هبتصدقهاش وبتتعب جدا وبتفقد الوعي وبتجرى حفيزة على جولسهن وبتطلب منها المساعدة وبيبقوا عاوزين ينقلوا فريدة المستشفى سيبترفض وبتطلب منهم يبتسلب الدكتور بتاعها في الوقت اللي بتوصل في نالن على البيت وبتبقى لسه متضايقة من فريدة وبتفتكر كل الحاجات الوحشة اللي عملتها فيها بيبقى خايري مع بيلور وبيقدر انه يصلح لها العربية وبتبقى بيلور عاوزة تعزمه على الغداء او توصله لحد شغله بس خايري بيرفض وبيبقى عاوز يرجع بسرعة عند نالن عشان يبقى جنبها وبنرجع لفريدة بنلاقي الدكتور عندها وبيقولهم انها رازم تتنقل المستشفى لكن حفيزة بتخاف ان فريدة تفوق وتزعق له وبسألوا جولسهن لو يقدروا يأجلوا موضوع المستشفى لحد ما فريدة تفوق فبيقولهم انه هيعمل لها تحليل دم الاول عشان يقدر يعرف حالتها كويس نفس الوقت بيكون خايري يوصل على البيت وبيلاقي نالن قاعدة في العربية بتاعتها جنب البيت وبيروح لها وبيسألها لو كانت كويس بس نالن بتبقى متضايقة وتطلب منه يروح ويسيبها وطبعا خاري بيرفض وبيقف واقف جنبها واول ما بتشوف نالن جولسهن ودندو وتطلع على طول من العربية وبتدي المفاتح لخاري بس بيعرفوها ان فريدة مش كويسة وبيحاولوا يطمنوه علي لكن نالن بتقولهم انها مش خايفة عليها وبتسيبهم وبتمشي وعشان كده بتحس جولسهن ودندو ان فريدة ونالن متخنقين وان ده سبب تعب فريدة فبتقولهم دندو انها تسأل حفيزة وتعرف منها الموضوع اما نالن فبتروح لفريدة قضيتها وبتبص عليها من بعيد وهي حزينة وبترفض تدخل لها وبتتأكد فريدة من انها خلاص خسرت نالن وانها مش هترجع لها مرة تانية وقتها بيكون رقفة تقاعد مع بيرف كافية وبيسألها لو كانت قالت لمزفر انها معاي لكن بيرا بتفهموا انها عارفة هو عاوزها ليه وعشان كده ما قالتش المظفر عشان ما تزعلوش فبيقول لها رقفة انه رفت جوازها من مظفر وانها اكيد عارفة ساب الرب بسيبيرا بتطلب منه يسمح لها تتكلف وبتعرفوا انها بتحبوا مظفر جدا وان حبها ليه حب حقيقي وعمرها ما هتأذيه ابدا وبتفهموا كمان انها مش طمعانة في فلوسه لان عندها شغلها اللي مكفيها وبتقولوا انها مستعدة تكتب اتفاقية جواز قبل ما تتجوز مظفر فبيفرح رقفة بكلامها وبيقول لها انه مش هيقدر يعترض عليها بعد اللي سموا دا وبيبارك لها بعدها بينشوف دوندو وهي واقفة مع حفيزة وبتسألها لو كانت نالن اتخانقت مع فريدة وبتقول لها ان عادي الحاجات دي بتحصل بين الام وبنتها وبتطلب منها تحكي لها حفيزة بترفض تقول لها اي حاجة وبتسيبها وبتمشي وبتروح لنالن تتكلم معاه وبتقول لها ان فريدة تعبنة قوي وتطلب منها تروح لها الاوضة اي ممكن حيطها تتحسن بس نالن بتزعق لها وبتقول لها انها متفرقش حاجة عن فريدة وبتلمها لانها حالها ممصعبش عليها وعاوزها تروح لفريدة قوضيتها بدل ما تبرر لها هي اللي خبت عليها الحقيقة بتفضل تبص على خير من الشباك وتدور عليه بس ما بتشوفوش وبتدايق وبتقفر الشباك بعنف وبتجرح ايديها وبيبقى خير يواقف وشايفها وبيفرح لانها بتدور عليه وبالليل بيرجع سيدات على البيت وبيلاحظ ان النالن مش كويسة وبتلمه نالن لانه كان عارف ان فريدة مش امها ومخبة عليها بس السيدات بيتوتر وبيقولها انه عارف من يومين بس من جنة وما كانش عارف يقولها ازاي واول ما بتعرف نالن ان جنة كمان كانت عارفة وان هي المغفلة الوحيدة بتنهاره بتصرخ في سيداته بتطرده برا الاوضة وبكده بينته ملخص النهار ده استنونا في اخر جزء من الموسم التاني عشان نعرف نالن هتتأقلم على الوضع الجديد ازاي الفيديو ده كتبته داليا محمود بسجلته امع العقيل ومنتجه كريم طاهر وما تنسوش تعملوا فلو لصفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا ملخصات الافلام الدرامية بصوت محمد طاهر ده اللي هو انا يعني وفلو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا ملخصات الكوميدية وفلو لصفحة هكونوا مطوطة عشان تتابعوا ملخصات الكارتون والانيمي سلام